أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الأمسية الخاصة بليالي الحقيبة على قناة الشروق وأغاني الحقيبة هي من الملامح التاريخية المهمة التي دخلت في السودان منذ القرن التاسع عشر واتطورت وتحدثت الأغنية الحديثة وواكبة الأغنية الحديثة أهلا ومرحبا بكم وفي هذه اللحظة سعيدة جدا بانضمام العدو التنفيذي لنادي اتحاد فن الغناء الشعبي الأستاذ موسى أحمد عبد الله هلون مرحبا بك وسعيدين بك وخلينا نتكلم في البداية يعني عن الاهتمام الاتحاد بتطوير أغنية الحقيبة وإعادة هذا المجد الكبير مجد الكبار بتاكي مرحبا بكم وأنا إنابة عن اتحاد غناء الشعبي كل أعضاء قورة وفنانين بنشكر عناء الشروق لمجهودهم وتكبد المشاق وعشان يجون هنا في الاتحاد وعشان يشاركون يعني وعشان يبثوا للمواطن ذاته وشي اللي بيعمل فيه الاتحاد العناء الشعبي وديه طبعا مجهود نحن بنغدره ونسأل الله ربنا يستغلهم بركة الله نحن كما بنغدر مجهودكم واهتمامكم بتطوير أغنية الحقيبة يعني وإلى أي مدى هذا الاهتمام من خلال هذا النادي العريق المعروف باهتمام بأغنية الحقيبة والترقية المستمرة لهذه الأغنية التي لا تمل ولا تكل والله اتحاد الغناء الشعبي أصلا طبعا دي مهمته دي مهمة اتحاد الغناء الشعبي أنه يطور الغنية الحقيبة وفيه السلف الفات وطبعا قباننا كلهم ناس وذكرهم طبعا وفيه ناس اللي ربنا يطور في أمره وناس بادي وكحلاوي يعني كل الناس الرحلوا عندنا هم مسلمونة وإن شاء الله نحن برضو نسلم الأيال وإن شاء الله حيكون في التطوره واسه زي ما شايفينه والشباب يعني أصلا المعنى للغنية الحقيبة والناس بغناء بطبلة وبونقز وثلاثة كورس دلوقت أصي في تطور الحمد لله في سبعة تمانية كورس ودنب ويغاعات فاختلفت الشغلانية الحمد لله على حسب تطور الغنية وتطور النعم فالحمد لله المرمشة وإن شاء الله نحن حنظل يعني في أغنية الحقيبة إلى أن ربنا لأرس الحقيقة إن شاء الله ربنا يمت في عمرك وكل المهتمين بأمر الغناء في السودان وتحديداً غناء الحقيبة شكراً لوجودك معنا